أدرى وزير الخارجية سامح شكر اتصالا عبر الفيديو مع وزيرة خارجية تنزانيا لبراتا مولا مولا للتباحث حول شتى جوانب العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والموضوعات محل الاهتمام المشترك وخلال الاتصال أشار وزير الخارجية إلى ما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور مضطرد خلال السنوات الأخيرة في ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدار السلام في أغسطس 2017 وزيارة السيدة ساميا حسن رئيسة تنزانيا إلى القاهرة في نوفمبر 2021 إلى حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم لتنزانيا في مختلف المجالات فضلا عن مساندتها من خلال المشروعات المصرية القائمة في البلاد بجانب استكشاف فرص دخول المزيد من الاستثمارات المصرية إلى القطاعات الاقتصادية التنزانية المختلفة